سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من منتدى سيف القدس وقد اقترحت طبعا لهذه الحلقة مجموعة عنوين ليس بالضرورة يعني هناك صلة حدثية فيما بينها لكن أشعر بأن علينا مسؤولية أن نضيء على كيفية مقاربتها وتشكل جزء من الاهتمام الواجب يعني أن نعطيها إياه سواء ما يتصل منها بفهم ظواهر أو ما يتصل منها بتسجيل استنترات أو ما يتصل منها باتخاذ موقف أو ما هو مجرد يعني إعادة تذكير وتقييم وقراءة لنقاش سابق كمثل الفقرة الأخيرة اللي أنا اقترحها عن النقاش اللي صار حول دور محور المقامة ودور حزب الله في ضوط مرور أربعة شهور على الحرب وبدء التفاوض النقطة الأساسية الأولى اللي أنا حابب أحكي عنها هي المسار التفاوضي سواء معلومات أو موقف أو تحليل في المعلومات الأكيد أن المسار التفاوضي جدي هذا أكيد والأكيد أن الأمريكي يتعامل مع هذا المسار التفاوضي بخلفية أنه يجب أن يصل إلى اتفاق لكن هذا لا يعني على الإطلاق عندما نقول أنه جدي وأنه يجب أن يصل إلى اتفاق أن هذا الاتفاق أو هذا التفاوض وصولا للاتفاق ليس ساحة صراع لا هو ساحة صراع حقيقية وأشد خطورة من الساحة الحربية فيه الكمائن وفيه المكر وفيه الخداع وفيه الضغوط وفيه الصفيح الساخن وفيه الحروب الصغيرة وفيه الارتيالات وفيه كل شيء من هذا وهون يعني أنا أعتقد أنه في قدامنا واضح الآن ثلاثة مسارات معا تواكب المسار التفاوضي وواضح أنه في هذه المسارات الثلاثة تحاول أمريكا وإسرائيل استنهاض مجموعة من القوى التي لم يكن ممكنا وهون خط أحمر تحت منها مشاركتها في الحرب يعني الحرب كانت محرجة إلى حد أنها لا تتيح استثمار كامل الطاقة الأمريكية على استنهاض التحالفات واستنهاض القدرات المنضوية تحت لواء المشروع الأمريكي في المنطقة للمشاركة في الحرب بينما المسار التفاوضي يتيح توسيع دائرة الاستنهاض فإذا هذا العام الأول للابد من أن نراه ولذلك نحن نرى في مواكبة التفاوض بدأ يتشكل محور عربي سعودية مصر أردن قطر إمارات تحت شعار في دوره في مسؤوليات بقلب العملية التفاوضية في شيء له علاقة بتشكيل قوات لكي نكونوا بالصورة تحت عنوان أنه في مرحلة لاحقة هي من سيتسلم من الإسرائيليين مناطق ما سمي بالحزام الأمني أو الأجزاء الأساسية منه حسب ما يخلص التفاوض إذا نجحت المقامة باشترات الانسحاب الكامل على جيش الاحتلال واضطرت أمريكا وإسرائيل للقبول لأنهم نحكي عن تفاوض ففي هذا التفاوض في أمل عند الأمريكي والإسرائيلي بالحفاظ على بعض المواقع الإسرائيلية على أطراف القطاع أو في مناطق حساسة من القطاع المقاومة مصرة على اشترات الانسحاب الكامل أي أن يكون المخرج النهائي لهذه المفاوضات في مكان ما الإسرائيلي والأمريكي سيشترطان أن الانسحاب لن يتم لصالح حماس يجب أن يتم لصالح قوة عربية هي التي تتولى هذه المناطق اللي بتشبه اليونيفل لأنه لن يذهبوا إلى مجلس الأمن إسرائيل لا تقبل بأن تكون خاضعة لقرارات صادرة عن مجلس الأمن وقوات يونيفل وسواها فبالتالي التفاوض الأمريكي الإسرائيلي وصل إلى الحصول على توافق على صيغة أن تكون قوات عربية هلأ طبعا المقامة شو موقفها ولوين تقبل وشو تقبل وحدود القبول وحدود الرفض هذا موضوع بعده غير واضح يعني عم بحكي المقامة في غزة الدول المعنية هي مصر والأردن بشكل أساسي مع بعض المشاركة القطرية أو السعودية أو الإماراتية التي لم تتقرر بعد المعابر ممكن لا يكون فيها مشاركة جماعية التمويل وإعادة الإعمار بشكل أساسي إماراتي قطري سعودي وبالتالي إذن نحن هون قدام دور عربي بناء عليه سيكون هناك نفوذ عربي على قوى المقامة لخفض صقف المطالب بلش من الآن من خلال أنه في إعادة إعمار بلنا نحمل مسؤولية نحن بوضع أموال ومليارات الدولارات لإعادة المهوض بغزة فبالتالي نحن مش كاريتاس يعني نحن مش باند نحن مش جمعية خيرية يجب أن تأخذوا بعين الاعتبار رأينا ضوابطنا مخاوفنا حساباتنا وهذه محاولة من الآن لوضع ثقوف طحيط بالمقامة وحرية قرارها ودرجة استقلالها ما بعد الوصول إلى الاتفاق هذا ركن حاضر يجب أن نراه الركن الثاني الحاضر اللي هو بمعزل ألا عن موضوع الأسرة وآلية التعامل مع موضوع التبادل لكن في محاولة لدفع الموضوع أكثر ما أمكن باتجاه أن يكون عنوانه تبادل الأسرة وفتح الباب الغامض حول الشيء اللي له علاءة بمستقبل القضية الفلسطينية بعنوين عريضة يعني فضفاضة ليست مبرمجة بمسارات معينة لكن الأهم هو استنهاد قوة ثانية هي السلطة الفلسطينية تحت شعار الحكومة الموحدة التي تتولى غزة والضفة هون باعتقد المقامة أبلغت أنها لا تمانع وأنه لا مانع حتى بحكومة تكنقراط هي تكون مشؤولة عن غزة والضفة وأنه بنهاية المطاف من يمسك الأرض هو الذي يتحكم بكل شيء ومرحلة إعادة الإعمار فيها مطالب اقتصادية ومالية ومعيشية فالأفضل أن تتحملها جهة غير المقامة وفي مراجعة عند المقامة أصلاً على كل فكرة التمسك بحكومة غزة بصورة منفصلة واعتبار التمسك فيها هو قضية تستحق يعني هالعشر السنوات أو الخمسة عشر السنة اللي يمكن دفعت فيهم القضية الفلسطينية أثمان عالية للانقسام ففيه نقاش يعني يدور حول هذا الأمر لكن من المفيد أن نرى أنه هذا مجرد المقامة تكون مش معتبرة تسليم حكومة موحدة مسؤولية إدارة الشأن الحياتي اليومي في غزة وفي الضفة معا يعني التصالح مع السلطة ويبدو أيضاً بدأت تتشكل لجان لهذا الغرض بين خلق وحماس مجرد هذا الاعتبار هذا رح يعني أن السلطة ستتعامل يعني محمود عباس الآن يتم التعامل معه من قبل الأمريكان والعرب أنه فيه عليه طلب يعني فيه له دور وبالتالي هذا سيعطيه فرصة الحصول على مكاسب تقوية وتعزيز وهذا ممكن ياخد بالضفة بعض المكاسب أيضاً لكن بيأخذها من الإسرائيل ليستعملها بإنشاء توازن في مواجهة قوى المقاومة ومنع تأثير الطوفان ونتاج الطوفان على التوازن السياسي الداخلي في الشارع الفلسطيني العرب بدون يحكوا معه أنه مطلوب دور فكذلك رح ياخد فلوس القوى المقاومة رح تحكي معه بأنه هي لا تمانع بدوره فهو سيضع شروطاً أمنية وعادة تركيب الأجهزة بأي معايير وبأي مقيس ومن يقود أجهزة الأمن وإلى آخره فإذن هون أنا بس يعني لنرجع نتذكر شيء نوع من المقاربة العكسية والمقارنة العكسية عندما بدأت الحرب على سوريا أنا أتذكر في البدايات يعني بالـ 2011 حكيت عن أن المطلوب هو صمود سوريا إلى الوقت الكافي لاستنهاض القوى الكامنة وقلت القوى الكامنة قد لا يكون صاحب مشروع إسقاط سوريا وضعها في الحساب واعتبر أنه في إمكانية لسرقة سوريا على حين غرى فلسفة الصمود اللي كان عم بيقودها الرئيس الأسد بحق التوقيع لأنه كان المطلوب هو فقط أن تحت الضغط العسكري والسياسي والمعنوي والنفسي والإعلامي يفعل ما فعله حسن مبارك وزين العبدين بن علي يوقع ويقول والنقاش على الضمانات يتروح على الاتحاد السوفيتي بلد تاني إلى آخره هذا الصمود وكان الشعب مربك وكانت مؤسسة الحزبية تائها وكانت الحكومة في مكان تاني هذا الصمود وظيفته استنهاض القوى الكامنة من هي القوى الكامنة؟ كانت مقاومة حزب الله كانت إيران ولاحقا روسيا وثبت بأن هذه القوى الكامنة في مراحل متعددة ومتلاحقة استنهضت وأصبحت جزء من عملية صناعة نيزان القوى لغير المشهد كليا الآن الأمريكي يقيم حسابه على أنه قادر أن يعيد صياغة المشهد مش في الطوفان ومعارك غزة وحدها هي من يصنع المعادلة أن هناك إمكانية أيضا لهذه القوى الخامدة التي لم تستطع أن تكون نصيرا وشريكا في حرب غزة أن تكون نصير وشريك في مرحلة التفاوض وراحقا ما بعد الاتفاق وبالتالي أن يكون لها وظيفة في تعديل موازين القوى فإذن النقطة الأولى نحن أمام مخاطر محاولة تعديل موازين القوى خلال المفاوضات وما بعد المفاوضات تستدعي قراءة وحسابات وإدارة مختلفة عن تلك التي كانت قادرة على قيادة مرحلة الحرب وإدارة الحرب وبالتالي هذه العناصر الجديدة هذه المعادلات الجديدة تفرض تحديات جديدة على قوى المقاومة في كيفية التعامل معها هذا اللي بعتقد يعني أنا حبيت أني ضوي عليه وافتح العين عليه لأقوله أنه هذا ما حدا يستهين فيه هلأ ببالش وتسمعه جمعيات المجتمع المدني ببالش ينفض الإغبار عنها بعض الشخصيات اللي كانت ساكتي وهذا تبالش تحكي بعض قيادات فتح اللي كانت عم تقول بعد ما يخلص الطوفان من التحاسب إذا بتتذكروا يعني أنه فيه محاسبة بدأ حسين الشيخ حكيها علىنا على أنه خلي نخلص وتوقف الحرب وبدأنا نسأل عن كل اللي صار يعني هل كان في مكانه هل كان تهورا هل كان حكيما فخلي نحط بحسابنا أنه نحن ندخل الآن مش أنه رايحين ندخل الآن مع بدء التفاوض مرحلة سياسية تفرض تحديات من نوع مختلف فيها قوى من نوع مختلف فيها موازين قوى أو محاولة سياغة موازين قوى جديدة لابد من أخذها في الاعتبار هذا عامل أنا رأيي أنه هلأ ما بدي أخذ عليه كل الحلقة لأنه بده تفكير وأنا عندي طبعا يعني في تقدير الموقف كيف يجب أن نتعامل معه وما هي عناصر القوى الموازية التي تملكها قوى المقامة لكن خلينا يعني هلأ نطرح القضية ونشخصها ونحطها قدام أعيننا ومعنى وقت يعني لأنه واضح المسار التفاوضي ليس كما يتخيل الكثيرون أنه سريع وعاجل وهذا معركة رفح لهلأ لحالة بتنخاض ولا ما بتنخاض بيقرب ولا ما بيقرب مخاطرة المصرية مخاطرة الإسكرية التهويل فيها ممكن يكون إله وظيفة أفعل من مجرد يعني خوضها الفعلي والعملي فلذلك في وقت يعني وقت أنا أقول أنه أسابيع مش أقل من شهر وممكن تمتد لشهرين وأكتر شوي لكن الوقت وهون نقطة تانية الوقت داهم على الأمريكي يعني المقاومة صحيح مضغوطة بالعامل الإنساني لكن المقاومة على المستوى العسكري وهذا الكلام مش لرفع المعنويات وهذا الكلام مش لأنه عم نحكي على الإعلام هذا الكلام بيعرفوا الإسرائيلي يعني فبالتالي نحن ما عم ندفله معلومة أو عم نهبط عليه حيطان من خلال إدعاء أننا نعرف معلومة لا الإسرائيلي يعلم وقد تحدث مع الأمريكي وتحدث مع الأوروبي والأوروبي والأمريكي قالا هذا في مجالس عديدة أن قدرة غزة على الصمود حتى نهاية العام عسكريا أم محسوم مبتوط وأن حركة حماس واني عم يحكوها من زاوية للإساءة لحركة حماس تزني محروقات ما يكفي لتشغيل الأنفاق حتى نهاية العام ولكنها لم تعطي منها شيئاً للمستشفيات وكلام من هذا النوع لكن المعلومة هي أنهم يعلمون أن العصب الأساسي في الصمود العسكري هو تشغيل الأنفاق وأن المقاومة قادرة لديها ما يكفي لطبقى الأنفاق صالحة للاستخدام بكامل كفاءتها حتى نهاية العام فإذا المقاومة بدينوها ما بدينوها مرتاحة إلى وضعها الإسرائيلي والأمريكي ما بيحملوا يعني كل يوم بيمروا في فتب العضد الأمريكي والإسرائيلي لأنه الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل حرب استنزاف لا بالعراق ولا بالبحر الأحمر وبالتالي عليه أن يختار إما حرب أوسع وأشمل وإما انسحاب وكل ما مر وقته هو بحرب الاستنزاف خسائره تصبح أكبر وأشد وطأ وقسوة في الموازين الدولية الجديدة الإسرائيلي ألويته تتهالك قواته عم تقدم خسائر البيئة السياسية الداخلية مزيد من التشضي ومزيد من التآكل قضية الأسرة من جهة وقضية عودة المستوطنين من جهة أخرى فورقة القوة التي يمثلها الوقت لصالح المقامة هي أحد عناصر الموازنة لكن ليست كل شيء هناك أشياء أخرى أيضا وبالتالي الوقت مش سامح كتير فلكن في الفترة الفاصلة عن الوصول للاتفاق أعتقد أننا سنشهد لوحة جديدة وستبدأ تتمظهر بعض العنوين السياسية التي لم تكن ظاهرة في الفترة السابقة النقطة الثانية التي هي مربوطة بالمسار التفاوضي ومربوطة بمسار الحرب بتقدير الموقف حول الموقفين المصري والسعودي لأن رأيي تروح الموائف دائما بأحادية إما من يرى أنه مصر عرضة لضغوط ومصر مصلحة الأمن القومي المصري هي بقاء غزة قوية وقادرة وموقع مصر الطبيعي هو أن تكون مع المقاومة وبالتالي لا تأسوا على مصر صحيح هي يعني مش عما تأدم ما يجب لكن هي في وضعية لا تسمح لها بأن تفعل الكثير الوضع الاقتصادي على الوضع السياسي على التحديات الأمنية في حدا بيروح على محل أن يرى أنه الموقف المصري هو موقف في العمق إيجابي إلى جانب المقامة غزة لكنه مقيد بمجموعة من الضغوط والمصالح والتشابكات التي تحول دون تظهير هذا ومقابلوا في موقف بيقول أنه مصر متآمرة يعني الحكم المصري ومتورطة والبعض بيقدم أدلة على شركات في التواطئ ضد غزة سواء كلام بايدن عن موضوع المساعدات وفتح المعبر أو كلام الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية وطبعا بس يحكي بايدن والإسرائيلي يعني هذا لازم يكونوا شهادي لمصر من الآخر يعني لأنه إذا مصر شريك معهم ليش بدون يفتحوها يعني أنه ليش بدون يلحقوا فيها الأذى إذا كانت هي شريك إلا إذا بدنا نصدق أنه هني قلبنا على أهل غزة يعني وبالتالي مصر هي اللي معطل الموضوع فلكن هذا يأخذ لي يضاف إليه كل فترة الحرب الآن الدور المصري لما بعد الحرب السعودية الحديث عن التطبيع والموقف من التطبيع والناس عم بتموت بغزة وعملين احتفالات أنا رأي الموقفين المصري والسعودي مختلفين عن مواقف دول عربية أخرى لها وضوح سواء اللي بمسأر التطبيع أو المؤيدة للمقامة ولفلسطين يعني واللي مش بالضرورة تكون مظهرة موقفها بالقوة اللازمة ومرات من انتقذها بمحبة وبعتب مثل الجزائر مثلا لكن مصر والسعودية في وضعية لها خصوصية أنا رأيي لا يمكن احتواءها بأحادية يعني ما فينا نتعامل معها هذا رأيي طبعا كل واحد حر منكم أن يكون له مقاربته الخاصة لكن أقول أن الموقف الأحادي لا يختصر عناصر المشهد التي يتشكل منها موقف مصر وموقف السعودية مصر والسعودية بالاتجاه العربي العام هنا في خانة الموقف المحافظ يعني الموقف الذي لا يرحب بالمقاومة ولا يحب بالمقاومة والموقف الذي يتمنى لو أن هناك إمكانية لعباء أمريكية قادرة على احتواء هذه الأزمة منذ البداية وإيجاد حلها ولتبقى المنطقة ككل تحت العباء الأمريكية هذا محلوم الطبيعي اللي هنا شايفين حال فيه لكن أيضا هم في قلب المعادلة التي تتراجع فيها أمريكا وتضعف فيها أمريكا يعني بمثل دول وكينات وشعوب وطبقات سياسية واقتصادية لها مصالع لا تجد أن تلبيتها تتحقق من خلال الأحادية الأمريكية الضعيفة العاجزة من حرب اليمن إلى تحديات مصر مع أثيوبيا والملف الليبي وما يجري في السودان وبالتالي في ضغط بقلب النخبة الحاكمة وبالبلدين ما حدا يضحك على حاله ما في فرد حاكم بالبلدين في نخبة حاكمة في جيل جديد بالسعودية وفي طبقة عسكرية عريضة واسعة في مصر لها كلمة ولها دور وبالتالي النخبة الحاكمة في البلدين لا فيها مقاربات تدعو إلى تعددية دولية الانفتاع على الروس الانفتاع على الصين إقامة نوع من التوازن الانفتاع على الوضع العربي المستجد مع نهوض قوى المقاومة عدم الإنعزال عنها مش معناه التطابق معها لكن إقامة مساحات من التخادم من المصالح المشتركة وبالتالي أنا أدعو إلى عدم الانخراط في الجوقة التي ندعى للانخراط فيها سواء للتطبيل والتزمير أو للتخوين يعني الوضع في الخانة الإسرائيلية مصر والسعودية ليستها في الخانة الإسرائيلية لكن مصر والسعودية ليستها في خانة المقاومة بالمياومة هما تتعاملان بالمياومة ونحن يجب أن نتعامل معهما بالمياومة مثل موقف السعودية مثلا من اشتراط طلع وحكي بلينكين عن اتفقنا وشوي راح بلغوا بايدن وقال له ماشيين بالتطبيع وطلع جون كيربي قال أن السعودية أبلغتنا جهوزيتها للسير في التطبيع تطلع السعودية هذا أمر نادر الحدوث مع دولة على صلة عميقة بأمريكا مثل السعودية تكذبوا بالاسم للناطق باسم البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي تقول هذا الكلام غير صحيح ونحن موقفنا لا يزال ثابت مش معناته أنا أقول أن السعودية ما بدا تطبع ما هي مطبعة 80-90% وهو استخدم تعبير دقيق قال إقامة العلاقات الدبلوماسية لن يتم إلا من خلال يعني ربطا بملف الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بتغير يمكن تغير لكن هذا يستدعي عندنا نكون عم نشوف بالضبط شو اللي عم بصير وشو العوامل التي تتحكم يعني ما فينا سلفا نقول أن السعودية هي جزء من المعسكر المعادي ومصر جزء من المعسكر المعادي أو أن السعودية ومصر تقفان وراء المقامة أنا بالزمان حدا سألني أصلا قال لي طيب إذا وقعت الحرب الكبرى وين تتخيل السعودية تقول له السعودية ستكون جزء من معسكر المقامة إذا وقعت الحرب يعني ستنضم إلى المقامة في حربها على الإسرائيلي ولا أحد يستطيع أن يكون خارج مثل هذه الحرب في حال وقوعها وتجربة 73 حدا بدوا يحاولي يفسرها في هذه الحالة أنه كيف السعودية وقفت واستخدمت سلاح النفط إلى جانب سوريا ومصر في خلال حرب 73 وبالتالي إذن مصر والسعودية أنا أدعو إلى يعني اتخاذ موقف يقيس لحظة باللحظة كل موقف بذاته صح صح غلط غلط ولا يمكن اختزاله بالأبيض والأسود النقطة الثالثة اللي بدي أحكي عنها أنا هي موقف روسيا والصين في كثير من المحطات كان في أسئلة حول الموقف الروسي والصيني من موقع الحلفة يعني أنه ما يدور في حرب غزة ينتج ميزان قوى جديد على المساحة العالمية وهذا الميزان القوى الجديد يضعف أمريكا والقوى المستفيدة المباشرة من هذا الإضعاف لأمريكا هي روسيا والصين اللي عم بيقوده جبهة مواجهة عنوانا نظام متعدد الأقطاب لكن أداء روسيا والصين تجاه ما يجري في غزة لا يعكس هذه الحقيقة لا يعبر عن تصرف الحلفاء الذين يفترض أن يقدم الدعم والمؤازرة أقله خطابيا معنويا إعلاميا سياسيا مع تقدير أهمية استخدام البيتو بشكل صحيح وسلين في مجلس الأمن سواء برفعه حيث يجد منعا لإدانة المقاومة أو بإدانة استخدامه الأمريكي دفاعا عن المصالح الإسرائيلية لكن أنا ما أريد قوله هو أنه بعيدا عن موضوع التحالف أنا لن أناقش من موضوع التحالف وقلت رأي أنه بموضوع المسألة الفلسطينية والموقف من القضية الفلسطينية أنا لا أتوقع يعني موقفا روسيا صينيا بخلفية التحالف يقفز فوق الموقف العربي يعني بظل موقف عربي هل أد مستوى التراجع فيه لا أتوقع كثيرا من الموقفين الروسي والصيني لكن أنا باعتقد أنه لازم نناقش الموقف الروسي والصيني من زاوية أخرى روسيا والصين تقدمان نفسيهما كداعيتين لنظام عالمي جديد شو يعني نظام عالمي جديد نظام يتم تقاسم فيه العالم كمناطق نفوذ ومصالح إذا كان هيك هذا نحن ندينه وعلى حساب الشعوب الفقيرة والصغيرة والمظلومة وهذا شكل أشكال تقاسم استعماري أما إذا كان المقصود بالنظام العالمي الجديد نظام يقوم على القانون الدولي وعلى حفظ حقوق الشعوب والدول وسيادتها والاحتكام لمعايير الميثاق الأمم المتحدة في اتخاذ المواقف من الحروب والتسويات وجعل الأطر المؤسساتية الأممية هي أطر لحل النزاعات إذا كان هذا المقصود وحسب ما تقدم روسيا والصين رؤية هما لمشروع العالم المتعدد الأقطاب هيك عم بيقولوا أنه نحن ندعو إلى عالم القيمة فيه للعدالة القيمة فيه للقانون طيب من هذا المعيار أنا أقول أنه من حقنا أن أقول أن من واجب روسيا والصين أن تقدما مثالا أخلاقيا عن كيف سيكون هذا النظام العالمي الجديد بمواقف روسيا صينية تستوحي المعايير التي تقول روسيا والصين أنها يجب أن تكون معايير النظام العالمي الجديد يعني ما بتقدر تقول لي نحن بدنا نعمل نظام عالمي يقوم على العدل وإنت تستنكف عن أن تصدر حكم العدل وأن تتصرف بناء على معيار العدل فيما يتعلق بموقف دولتك ما فيك تقول أنه لازم نروح على نظام عالمي يحتكم للقانون الدولي لأنه ظاهرة إسرائيل والظاهرة الفلسطينية المقابلة نادرتان يعني أنت مش كل يوم بتلاقي دولة مثل إسرائيل هي أطول دولة احتلال في العالم أطول دولة تمييز عنصري في العالم أطول دولة تتمرد على القرارات الأممية أكثر دولة ترتكب الجرائم الوحشية في تاريخها ولا تساءل ولا تحاسب هذا مش كل يوم بتشوفه ولكن اليوم بتشوف شعب مثل الشعب الفلسطيني صاحب قضية ناصعة البياض في أحقيتها وفيها هالأدب مستوى من العذاب والأدب مستوى من المعاناة والأدب مستوى من التخلي الدولي لذلك أنا رأيي أنا شخصيا من هذا المنبر وفي محيطه أستطيع سأدعو وأدعو روسيا والصين إلى الخروج من المنطقة الرمادية معيب أخلاقيا البقاء في المنطقة الرمادية واجب روسيا والصين أن تعاملاء إسرائيل بما تستحق مش كرمالنا ولا من موقع أنهما حليفتين أبداً من موقع أنهما إلا إذا بطلوا عن الدعوة لنظام عالمي جديد إذا بعدهم داعيين لنظام عالمي جديد بدون يفرجونا معاييره ومعاييره مثل ما فرجتنا إياها جنوب أفريقيا وكولومبيا والشيلي وبوليفيا يستحق الوضع أن تقتعا العلاقات علقوا العلاقات الدبلوماسية إلى حين وقف العدوان مش عقوبة هاي مارسوا هذه العقوبة جمدوا العقود والاتفاقيات التجارية مع كيان الاحتلال باعتباره كيان خارج القانون كيان إجرامي إلى أن يقف العدوان إلى أن تلتزم إسرائيل بالقرارات الدولية أنا من هنا أدعو إلى يعني إعادة سياغة الموقف من الأداء الروسي والصيني وفق هذا المعيار وأخذه أساساً في الاعتبار المؤتر رابعاً اللي بدأي أحكي عنها هي الحوار اللي أدل فيه الرئيس بوتين واللي شغل العالم يعني ساعتين وربع بأعتقد كان يعني محاضرة أقرب لمحاضرة متكاملة بتعكس شخصية قيادية استثنائية في الحقيقة جديرة في ثلاثة عنوين أنا اللي بأعتقد أولاً أنا أدعو للإستماع للحوار كاملاً بيستاهد يعني الحوار ينسماع في قسم أول له علاقة بالموضوع التاريخي نحن قدام قائد يعني أنا ذكرني بالمطالعات اللي كان يقدمها الرئيس حافظ الأسد حول الصراع بالمنطقة وتاريخ المنطقة يعني كان الرئيس حافظ الأسد ما فيه مسؤول بالعالم يجي يعمله زيارة إلا أنه يطلع منبهر بحجم الإلمام الموسوع بتاريخ المنطقة وتاريخ الحضارات القديمة في قلبها لأنه المنطقة ولدت في قلب هذا العالم القديم كله العرض اللي أدمه الرئيس بوتين حول تاريخ روسيا أوكرانيا البلقان الامتداد الأوروبي للروسي للتركي يعني لأنه تاريخيا كانت الحروب هي هذه الثلاثية يعني أوروبا ممثلة بفرنسا أو بريطانيا تركيا روسيا عم نحكي الألف الأخير وبالتالي بهذا المعنى هذا العمق التاريخي هو درس يعني لكل من يريد أن يكون جزءا من صناعة السياسة بدون فهم التاريخ بدون العمق التاريخي بدون الإمساك بعناوين التاريخ ما بتقدر أنك تبني لا الحاضر ولا تطلع نحو المستقبل العامل الثاني اللي هو القراءة العميقة لمعادلات القوة بين الغرب وبين روسيا والصين واضح أنه رئيس بوتين بالأرقام وبالتفاصيل العسكرية والاقتصادية يرى بوضوح أن روسيا والصين ومعهم آخرين لكن بشكل أساسي روسيا والصين تجاوزتا مرحلات التفوق العسكري والاقتصادي على الغرب الجماعي وأنه نحن إذن باقي الترصيد السياسي لهذا التجاوز لأنه اقتصاديا كرر عدة مرات عن أنه الصين تخطط أمريكا بمسافات وروسيا لا في القدرة على الإنتاج لا في المراكمة المستمرة للمخزون وبالتالي مؤطة المهمة هون هي أن روسيا والصين معا تجاوزتا مرحلة التفوق على الغرب اقتصاديا وعسكريا هذا مهم جدا هذا مش عم بيقوله محلل مش عم بيقوله كاتب مش عم بيقوله حدا بالغرب عم بيحذر دول الغرب من ضرورة اللحاق بالركب عم بيقوله أحد ركني المعادلة التي تريد إزاحة الغرب من الهيمنة فعم بيقول نحن تجاوزنا مرحلة التفوق والآن الحروب والنزاعات هي من أجل إيجاد الصيغة السياسية لتسييل هذا التجاوز لترجمته في السياسة فإذا نحن على عتبة النقلة النوعية التاريخية في التوازنات الدولية لأن هذا الكلام كلام روسي صيني وليس كلام روسي فقط وبالتالي يجب التوقف عنده وأخذه في الاعتبار كإشارة غاية في الأهمية ما عدت حرب أوكرانيا فيها إلا تفصيل وقد كان واضحا في سياق الكلام سواء في العرض التاريخي أو في عرض وقائع الحرب الراهنة أنه حرب أوكرانيا ليست سوى تفصيل في هذا المشهد الإجمالي المحور التالت بكلامه في الحقيقة اللي هو يعني حجم الوقاحة في الإدارة الغربية اللي حكى عنها معلومات يعني حكى معلومات عن كيف لما عرض على رئيس بوش وعن رئيس أوباما الانضمام للناتو وشو الموقف حكى عن موضوع العبث بأمن روسيا وتمويل الجماعات الإرهابية في الشيشان وغير الشيشان وسواها اللي فيها كلها عن الانقلابات في أوكرانيا وتمويلها من أجهزة المخابرات الأمريكية واعتراف عن بحكي أنه اعترف الرئيس الأمريكي له في المرات الثلاثة مينما كان شخص الرئيس بمرات مختلفة بأنه نعم أمريكا فعلتها يعني وأسفين ومنعتذر وبدنا نحاسب المسؤولين وكلام من هذا النوع فهذا كان بالمعيار الأخلاقي فضيحة يعني أنه هذه المعلومات التي لما منسمعها من شخصية في هذا الموقع القيادي فهي تختلف عن أن تكون مجرد استنتاج أنه أنا معروف أنه المخابرات الأمريكية هي اللي عملت الانقلاب بأوكرانيا مزوط معروف واستنتاجنا هيك والتقارير الصحبية قالت كذا لكن أن يعترف الرئيس الأمريكي للرئيس الروسي بهذا وأن يقوله الرئيس الروسي في مقابلة مسجلة لا هذا الأمر مش عادي ومثله أنه معروف اللي كانوا عم بمولوا الجماعات الإرهابية هن الأمر كان بيمكن لكن أن يقول الرئيس الأمريكي للرئيس الروسي عندما يسأل فريقه هيك حكاها الرئيس بوتين أنه سألهم قالوا صحيح هذا قالوا لأي نعم نحن فأنه بدي أعملهم كفين على أفاهن هذا اللي قاله الرئيس الأمريكي وبيكمل هو بقول طبعا لم يحدث شيء من هذا بل أكملوا واستمروا في عملية تمويل الجماعات الإرهابية فأنا باعتقاده أن الرئيس بوتين في هذه الثلاثة كان قائد ناجح في أولا تقديم صورته كقائد في فهمه التاريخي والاستراتيجي للمعادلات اثنين إشاراته إلى المدى الذي دخله العالم في المواجهة بين جبهة التعددية القطبية وبين جبهة الهيمنة الغربية ثلاثة في المعلومات التي قدمها للرأي العام الغربي ليعرف أي نوع من القيادات وأي نوع من الحكومات تدير شؤون بلاده برأي بعض تداعياتها ما بينت لكن هي بالنسبة لنا أيضا جزء من مخزون معرفي يعني في الاطلاع على أماشة هذه القيادات ومقابلها ما قدمه لنا الرئيس بوتين من نموذج فذ القيادة والإدارة بعدين عنده ضيان بايدن وهذا يتحدث ساعتين وربع والمزيع يقول له أنه بس وصلني مزيع داء خلقه بعد شوي لأنه معودين هول على أنه سكوبات بده يعطيني خبر يعني بينما هو عم بيقدم محاضرة يعني أنه هذه القدرة على التسلسل المنطقي والتاريخي حفظ الوقائع حفظ الأرقام التواريخ أنا بالنسبة لي يعني يمكن من المرات القليلة التي أتيح فيها لي أن أستمع إلى قائد بهذا المستوى من القدور والثقافة والقدرة والعمق والأهلية لإدارة بلده والسياسة الدولية النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها أنا بمداخلتي التقديمية وبختم عندها هي يعني تطفية حساب مع النقاش اللي صار بداية طوفان الأقصى حول أداء محور المقامة والهجمات التي طالت حزب الله وباقي الأطراف طبعا وأنه هذا الأداء دون المستوى وخذلنا وخيبة أمال وكلام من هذا النوع لأقول طبعا الآن خلينا ناخد الجبهة شو مقدم محور المقامة طبعا هنا سكتوا لكن نحن مش لازم نسكت يعني لأنه في شي بالوعي العربي نشغل عليه لتخريبه للقول أنه هاي كانت وظيفة الجزيرة أنه اللي عم بتقاوم حماس والبقين ديكور عم يتسلوا عم يتكسبوا على ظهر ما تقدمه غزة وحماس هل هذا صحيح الآن هل هذا صحيح الآن تجاه ما يجري في اليمن مثلا هذه المواجهة الدائرة في البحر الأحمر عم بتدير قطر مع الأمريكان اللي فيها قاعدة العديد واللي نحن بنتفهم أنه حماس مستفيدة من الامتيازات والمكاسب اللي عطي طيها ومش طالبين من حماس تأخذ موقف من قطر لكن على الأقل طالبين من الذين يرون حماس عنواناً للمقاومة أن يجيبوا عن سؤال هل ينطبق على قطر ما ينطبق على حماس يعني إذا كنا مع حماس لازم نكون مع قطر وبالتالي لازم نغفر لقاعدة العديد ولازم بالمقابل أنه ما نشوف أنه أنصار الله هن اللي عم بيقاتل الأمريكان بالبحر الأحمر واللي عمله ند حقيقي للأمريكيين واللي إجا الأمريكي بكل أساطيله طائراته غاراته هذا اللي بيعرف شو حجم الغارات اللي عم بتصير على اليمن لأنه اليمنين ما عم بيصرخوا ما منسمع فيها ما منعرف شو حجم الدمار والضرر والأذى اللي عم تعملوا واللي رغم ذلك تقف القيادة اليمنية وتقول هذا لن يزيدنا إلا إصراراً على تقديم المزيد من الدعم وقرارنا لا رجعت عنه حتى وقف العدوان على غزة ستبقى السفن الأمريكية والبريطانية والمتجهة إلى موانئ كيان الاحتلال ملاحقة بصواريخنا مش كلام مش عم يحكوا بس ماخدين الموقف عم بترجموا كل يوم هذا الموقف هذا هيك أمر عادي طيب هذا لا يستحق القول للذين بدأوا من الأيام الأولى أين هو محور المقاومة أن يقال لهم اخرسوا أن يلقموا حجراً طيب مثلها هاي المقاومة العراقية حتى الآن صار رايح لتنين من كبار قادته ورايح للآخر في معركة الدم حتى إخراج الأمريكي من العراق وسوريا ووقفي لجانب فلسطين وعم تبعث مسيرات على حيفا وعم تبعث صواريخ مرات على إيلات بتتوفق بأنه توصلها كمان طيب حزب الله اللي نقال أنه كان لازم يبلش الصواريخ على تل أبيب هون أنا عندي نقطتين بس النقطة الأولى أنه نجح حزب الله بأن يخلق لإسرائيل مشكلة تعادل مشكلة الأسرة اسمها مستوطني الشمال وبكرة بتشوفه بس يصير الاتفاق على غزة أن المشكلة الأولى التي ستشغل بال الأمريكي والفرنسي والبريطاني والإسرائيلي والتركي معهم والقطري معهم والسعودي معهم والعرب كلهم أنه كيباً يرجعوا مستوطني الشمال وتعوا لنشوف نلاقيه صيغة فإذا هذا إنجاز ولا مش إنجاز اثنين هلأ هليفي عم بارح واليوم قرر نقل فرقة من غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان لو منا مصدر قلق قرق وإرباك عسكري وأمني ليش بد يجيب فرقة من غزة ثلاثة طيب نحن الآن في تسليم بأنه التفاوض قائم ما في وفد للمقامة الآن وخصوصاً لحماس موجود في القاهرة من أجل المفاوضات على مستقبل الاتفاق وفق سيغة باريس والردود اللي عليها طيب دعوا نتخيل اللي كانوا عم يدعوا المقاومة إلى الذهاب إلى الحرب الكبرى شو كان بيصير فينا لو رحنا على الحرب الكبرى ونهايتها تفاوض وفق هذه الشروط وهذه الضوابط بالمناسبة أنا ما يعني ما بكشوف سر إذا بقول أنه قيادة حماس وفد رفيع منها التقى بقيادة حزب الله مؤخراً وكان هناك يعني كلام صريح من قيادة حماس بأن الأصوات التي كانت تمارس الضغط المعنوي والنفسي على قيادة حزب الله تحت شعار أن الأداء دون المستوى كانت مخطئة وكان قرار حزب الله هو القرار الصادق المخلص الحكيم إلى جانب المقاومة في غزة لكن هذا مش هو الأساس يعني بالنسبة لنا نحن من اليوم الأول كنا على يقين بأن قراءة المقاومة واستراتيجية المقاومة هي المطابقة للحظة الاستراتيجية التي تمثلها معركة غزة والتي ليست معركة إنهاء الكيان وهلأ بعتقد الكل صار مسلم بهذا الشي لكن هذا ليس نرجع نذكر بناءً عليه لنقول أن هذه الأصوات لم تكن أصوات بريئة هذه الأصوات كانت أصوات خبيثة وهذه الأصوات الخبيثة هي اللي بتفسر ليش ما فيه نهوض بالشارع العربي هي أحد التفسيرات في الحقيقة أحد التفسيرات بمعنى أنه بعد المضارات اللي لابسها ثلاثة ارباع الشارع العربي في مقاربة هلأ الشارع العربي مقسوم عملياً بين ثلاثة شاشات والثلاثة شاشات بتعبر عن ثلاثة خيارات العربية اللي خيارها بعده خيار آدم إيرلي يعني من يوم اللي استلم بعد شرم الشيخ إدارة إعلام ما سمي بأنظمة الاعتدال في مواجهة خيار المقاومة بعد اليوم العربية لا في حماس ولا في حزباء ما في مقاومة في الناطق العسكري الإسرائيلي يعني المشهد في غزة هو مشهد الحليف لإسرائيل في مواجهة قوى مخربة وإرهابية وعملن لك تحقيقات على الكابتاجون وعلى تهريب المخدرات وأنه دير الزور ما فيه بدير الزور مقاومة يعني في معامل كابتاجون وهكذا يعني في هذا وهذا في وراء جزء من الرأي العام وفي الجزيرة اللي هي فيه الإخوان المسلمين هن اللي حاملين هم الأمة والبائيين مش البائيين لا وإيران وحلفاء إيران أي محور المقامة مجموعة منافقة تتمسح بفلسطين لتتكسب من قضية فلسطين لخدمة أجندات خاصة وفي الميادين لأنا برأيي هي والمنار أقلية في صناعة الرأي العام اللي عندها كل المقاومة سواء مش إنه الجزيرة متبني حماس نحن منتبنى حزب الله لا تتبنى حماس حتى الجهاد تأتي بعد حماس وفق الترتيب الدور والمساهمة في المقاومة مش وفق الترتيب العاطفة وإنه من الأقرب ومن الأقل قربا لا المقاومة هي المقاومة وبالتالي هذا التيار هو تيار أقلوي في البيئة العربية ولذلك اللي عم يسأل ليش ما في نهوض عربي طيب بدك نهوض عربي يتم على أي أجندة أجندة العربية والله أجندة الجزيرة هاي بالآخر الآن كيف يصنع الرأي العام ما يصنع الرأي العام من خلال هذه المنصات اللي هي شاشات أولا فيها مليارات الدولارات وفيها كل العقول مجمعة في الخيارات الأساسية الكبرى وفيه امتدادات لا إلا بمنصات التواصل لكن هاي المطابخ إذا بدنا نقول الفكرية والسياسية والإعلامية التي يصنع فيها الرأي العام وفي هذه المطابخ نحن أمام هالخيارات لأنا برأيي مقسم الشارع العربي فيها يمكن 10% وراء العربية هيك باعتقد يعني و60% لـ 65% وراء الجزيرة و25% بين الميادين والمنار والخيارات المقاومة واللي هو برأيي رقم غير بسيط الـ 25% ما حدا يستخف به 25% نحن كنا 2% و3% مع الطفان قفزنا إلى الـ 25% كمان توقع أن يقفز هذا التيار بضربة واحدة لا يصير 80-90% هو نوع من الخرافة هذا التطور الذي حدث في المزاج العام لأنه حتى اللي بيحضروا الجزيرة فيه جزء كبير منهم هني من تيار المقاومة يعني تيار الميادين المنار بمعنى فهمهم ومقاربتهم أنه أنصار الله وحزب الله والمقاومة في العراق القسام هم جزء من هذا وبكرة بتشوفه بس تخلص يعني بس نروع الاتفاق راح تلاقوه مثلا هذا استطلاع الرأي اللي نعمل بالرأي العام الفلسطيني مهم أنه ننتبه أنه كيف مثلا نرى بالتسلسل أنه أنصار الله مكانتهم متميزة لكن نرى أنه تركيا بعدها مكانتها متميزة نرى قطر قبل إيران إيران قبل تركيا يعني طيب هذا يستوي مع مفهوم مقاومة لا لا يستوي بس هذا يستوي مع مفهوم الهويات التي نتحدث عنها الهويات الهجينة اللي من جهة هو يعني قلبه مع حماس ومن وراءها تحالفاتها مع قطر وتركيا ومن جهة أخرى بميدانها هي شريك لحزب الله وتدعمها إيران فكيف بدوا يجمعون جميعهم بهالخلطة وهذا التفكير الهجين ما بيخلق خيارات واضحة وحاسمة وربما يفسر لنا الحاجة الماسة لعدم التسرع بالحماسة والاندفاع للتوهم أن المعارك الفاصلة قادمة لا المعارك الفاصلة غير قادمة لأن معركة الوعي لا تزال تحتاج إلى الكثير للكثير من أجل أن تنضج صورة على مستوى الرأي العام وهذا اللي بيفسر أو بيخلينا نقول مع حق الناس تكون مشوشي مع حق الناس تكون بحالة من الارتباك تجاه تحديد الخيارات لأنه تحديد الخيارات ما بتم بس على أساس أنه نحن مع غزة بتم نحن مع غزة من خلفية مقاربة معينة فإذا أنت بمصر وعم تشوف مقاربة الجزيرة ما مثل ما اللي مع غزة من موقع مقاربة الجزيرة سامح لحاله يكون مع الأخوان المسلمين بمصر اللي ضد الأخوان المسلمين بمصر بيصير إجر لقدامه وإجر لورا في موضوع غزة أنا حبيت أعمل هذه المقاربة لأقول أنه قيادة المقاومة في محور المقاومة كانت يعني أمام تحدي كبير واستثنائي وغير مسبوق ونجحت بتوفيق يعني من الله أن تضع يدها على خيار حكيم وعلى إدارة استراتيجية تعبر عن درجة عالية من النضج ومن إدراك موازين القوى ومن رسم الخطوات والتوجهات وبالتالي بعد أربعة شهور وأيام علينا مسؤولية أن نقول للذين تمادوا وتطاولوا خرسوا بالوضوح وأن نقول لقيادة المقاومة ونهجها ورؤيتها عماكم الله لأن كنتم الضمانة في عدم أخذنا إلى مكان خاطئ سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا لحظات وننتقل إلى المنتدى شكرا